اختلاف وتعدد الأراء كل هذه الأمور تقودنا إلى أمرها مهم جدا يعني منذ شريعة حامورابي والقانون هو المؤثر لحياة المجتمعات الإنسانية وفي عالم النقابات والتمثيليات النقابية القانون أمرها مهم جدا يعني لا يمكنك أن تهرف بما لا تعرف في هذا المجال صحيح ألاسنا بحاجة اليوم إلى تغيير الترسان القانونية في مدونة الشغل في القوانين المنظمة للانتخابات الخاصة بالتمثيلية النقابية في كل ما له علاقة بالعمل والعمال لم نصل إلى هذه المرحلة يعني المغرب تقدم وتطور وتغير في مدونة الأحوال الشخصية في مجموعة من الأمور ولكن حتى مدونة الشغل اليوم تزال ذلك الأمر الذي لا نقول طابه ولكن بقدر ما هو لا توافقات بشأنه ويخشى المشرع أن يقتحم هذا الباب نعم أستاذ نوفل وهذا الجواب التي سأتشرف بنقاه الشيهي معك ومن خلالك مع الأستاذ والمشاهدات والمشاهدين الكرام وهو أنه من بين الحلول من بين الحلول لهذا الأعطاب وهو أن هناك مشروع قانون 19-24 والذي حال للحكومة ولمؤسسة البرلمانية أن تعمل على إخراجه في أقرب وقت ممكن ثم أنه من جانب آخر سيق العام والكل يعلم حسب تطورة دي المجتمع كلما تطور المجتمع إلا هو تطور معه تشريع وفي غيار تطور تشريع لا يمكن أن نناشد التنمية التي يطمح لها العام والخاص وبالتالي إذا تطرحنا السؤال على أنفسنا كدولة وكأمة ماذا نريد من المستقبل هل نريد أن نكون دولة صاعدة قوية بمؤسساتها وبنسائها وبرجالها بل وبمؤسساتها الدستورية وبطبقتها الشغيلة موضوع النقاش أم نريد أن يكون ذلك التطور يعني محتشم ومتدبدي إذا أردنا أن نكون ونناشد الاقتصاد القوي العصري علينا أن نطور الترسانة القانونية التي من شأنها أن تعمل على رفع مستوى القدرات والكفاءات يعني للطبقة العاملة ولممتلهم النقابيين ولتكوينهم والتكوين المستمر لأن حينما نقول يعني تطوير مناخ الأعمال في المغرب لا يمكن أن نفهمه في الجانب التحسين للطبقة العاملة من جانبها المادي وإنك من جانبها المعناوي من جانبها التكويني لأن المغرب داخل في أوراش اقتصادية كبرى من بينهم الرقمنة لا يمكن أن نتصور تطوير المقاولة بدون تطوير العنصر البشري وتطوير العنصر البشري ونحن نتحدد عن أكاديمي دي التكوين خاصة تكون تكوين مقابل للطبقة العاملة وخاصة الأطر لأن المغرب دخل في شركات الصناعات المتطورة التي تعتمد على الرقمنة وعلى التكنولوجيا وبالتالي تطوير هذه المقاولة وبالتالي تطوير العمل النقابي وتطوير الإنتاج الاقتصادي بمختلف درجاته إنما يتطلب تطوير الترسان القانونية بنص واضح وبنص تقدم عصري حضاري يتماشى مع دستور المغربي الذي يقول في تصدير ذياله على أن المغرب يتماشى مع حقوق الإنسان كما هي متعرفة عليه دوليا ومن هنا جاء ينبغي على الحكومة والبرلمان أن تسجيب لمجموعة من المطالب التي هي مشروعة ديال طبق العاملة من بينها المصادقة على اتفاقية الحق النقابي وحرية النقابية ديال منظمة العمل الدولية وخاصة يعني المادة 87 ثم أنه من جانب آخر وينبغي على الحكومة وهي تناقش وخاصة البرلمان بصدد مشروع قانون الجنائي أن يعمل على إلغاء المادة 288 من قانون الجنائي اللي يعني فيه عقوبات سالبة الحرية بالنسبة للعقالة العمل المغريب النجح في قانون ديال الصحافة والغاء العقوبات السالبة الحرية أما حان الوقت لإلغاء هذا هذا الفصل اللي هو فصل يعني مسلط على رقاب طبق العاملة يعني بدرجة نماء ربما أنها تتعمله الباترون بسؤنية أو بغير قصد يعني السجن بعض النقابيين في السجن انطلاقا من هذه المادة وبالتالي القول بدعم حرية يعني النقابية وفقا للإطار العام وفقا لروح الدستور وفقا للقوانين ذات الصلة المتعلقة بالعمل النقابي إنما يقتضي القول أولا بإخراج قانون تنظيمي المتعلق بالإضراب إلغاء الفصل 288 من القالو الجنائي ثم تنزيل يعني المتادقة المغرب على الاتفاقية الدائمة للحرية الفرضية والجماعية المتعلقة بالعمل النقابي وبالتالي نكون أمام تصور متكامل من شأنه أن يرقام بالعمل النقابي والعمل السياسي والعمل المجتمعي والعمل الميداني لهذه الدولة الأمة التي يليق بها كل ما هو رقي وكل ما هو يعني يعني يليق بالدولة وبتاريخها وبحاضرها بل وباستصرافها للمستقبل وهذا هو الأهم شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة